هسبريس من المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة في المغرب تعليقات زواره على ما ينشره من مقالة وأخبار هي جزء من تركيبته فمئات تعليقات تتديل ما ينشره الموقع يوميا لهذا فإن قرار وزارة الاتصال المغربية بضرورة إخداع هذه التعليقات لقانون الصحافة والنشر قد يمهد لمصادرة حرية القراء في إبداء الرأي حسب صحفي الموقع بالنسبة لنا في إسبريس عندنا فريق يشتغل على مسألة التعليقات نحن وعينا بخطورة ما يمكن أن يكون للتعليق من مخاطر لأنه قد يرتكب عن طريقه مجموعة من المخالفات القانونية لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يتحول إلى فضاء للتضييق على حرية صحفة وتعبير في البلاد القرار الوزاري يطلب عدم نشر التعليقات التي يعدها القانون جريمة نقابة الصحفيين المغاربة وإن رأت فيه ضبطا لمجال يشهد فراغا قانونيا فإنها تشير أيضا إلى أن ذلك قد يعيق تشكيل رأي عام افتراضي يعبر عن توجهات الشريع ونبض المجتمع ولأن هناك مشروع تعديل معروض على البرلمان فيما يتعلق من قانون الصحافة هناك قوانين دخلت حيث تطبيقتهم تعامل مع الإشاعة والتي علجت في إطار القانون الجنائي وليس في إطار قانون الصحافة والنشر وبالتالي هذا التزامن وهذا التصادم وهذا التدافع في هذه التطورات يطرح لدينا علامة السفاة حولا الخلفية من كل هذا وزير الثقافة والاتصال ينفي نية التضييق على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا قائلا إن بعض التعليقات تعاكس الإعلام الحر والنزيه وتحمل معلومات وأخبار زائفة وتتجاوز الحرية نحو الإساءة لكن هناك بعض التعليقات التي تؤد جريمة طبقا للقانون هذا ما يعني فقط هذه المذكرة التي لا بد أن تستجيبها لتنزيل هذه المقتضاية الوردة في قانون الصحافة والنشر وبالتالي هذا لا يمس بحرية التعبير وحرية التعاليق ولكن تذهب في إطار أن لا تكون هناك بعض الإساءات وعلى مضرأ النشر في حالة تثبت الإساءات أو التعليقات الموسيئة أو من خلال أخبار الزائفة إلى غير ذلك فعلى مضرأ النشر تحب وحجب هذه التعاليق لكن صحافيين يرون أن قانون الصحافة والنشر الذي ستخدع له تعليقات القراء يتضمن مصطلحات فضفاضة كإهانة القضاء وإهانة الموظفين العموميين قد يعارض تفسيرها حرية الرأي والتعبير تعليقات القراء دورا من هنا يأتي تخوف مراقبين مما يرونه توجها حكوميا للحد من قدرة هذه التعليقات في الضغط على صناع القرار في البلاد فاطمة بغنبور الحرة الرباط